السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكون هو افضل احوال وفي الصحة جيدة. مرحبا بكم مرة اخرى. تناميه الاعزاء الاساسية الكرام. اليوم هذا اندوه على واحد الخبر. واللي كيتمحور حول امكانية توقف الدراسة لقدش ايام خلال الاسبوع المقبل. وذلك من خلال واحد البلاغ مشتراته التنسيقية الوطنية الاساسية المتعاقدين او الاساسية الذين فرض عليهم تعاقد. اه دونك في اطار السمراء النضالات اللي غادي يديروا الاساسية ان شاء الله. هدي يكون واحد توقف دراسي. اه على ما اضم ثلاثة والاربعة والخميس. ذلك خلاله اه ذلك من خلال ينسيق البلاغ الذي نشرته التنسيقية. دونك البلاغ هو هذا ولكن اه النضالات او المعارك النضالي اللي غادي يديروا الاساسية دا غا تكون تلاجة دي الجهات بالضبط اللي هي جهة بني من الخنافرة وجهة مراكش اسافي وجهة الرباط سالا قناترا. وكيف ما كنتشوفه في بالاغ ادراب يومي سبعة وثمانية دو جنبر. يعني نهار سبعة وثمانية بالضبط. اه دونك اشكال النضالية موازية يوم سبعة دو جنبر حسب خصوصية كل جهة واقليم. دونك فولا هذا من جهة من جهة اخرى كين بعد اه النزاعات ايضا بخصوص الاساسية دا المقبلين على مباراة التعليم بالتعاقد. احنا عارفين كاملين المشاكل يواقع لهذا الاساسية دا المقبلين للولود للمباراة. دونك حتى هما اه بتنسيق مع التنسيقية الوطنية. الاساسية دا الذي نفرض عليه بالتعاقد. اه كين واحد المسيرات غا تكون مجتمعه. دونك ما بين هاد الاساسية دا المقبلين على المباراة وما بين تنسيقية. اه الاساسية دا اللي دا يجا دخلو الوظيفة. اه ممكن شليكين فضلا فيديو والاخوان انه غا ديكون واحد شوق في دراسي لواحد المدة. انش من ان تكونوا دا يجا ما ابوني الفلاشين. ما تنساش بارداج الفيديو. كنت شمن لكم التوفيق التوفيق ان شاء الله.